الحلقة دي لو انا حاولة بسميها كلمة معينة سميها اهرب لحياتك السلام عليكم النهاردة انا جاي اتكلم معاكم في حاجة انا كان نفسي اسمعها من زمان كان نفسي حدي او الهالي وغالبا ما حدش كتير بيحب يتكلم في الموضوع ده بالذات لان الناس بتخاف انها تتكلم فيه ورغم انك سمعت الجملة دي اكتر من مرة قبل كده بتاعت لازم تطلع من دارة الراحة لانك لما تطلع من دارة الراحة اللي انت موجود فيها تبتدي المعجزات تحصل وتبتدي تكتشف نفسك بجد وتبتدي توصل اي حاجة انت نفسك توصلها في يوم الايام والغريب في الموضوع عن الكلام ده بيتقال من سنة 1908 لما في دراسها في علم النفس ابتدت تجيب مجموعتين كده من البشر وابتدوا ان هم يقيسوا الانتاجية بتاعتهم ضد فكرة الضغط اللي موجود عليهم وضد فكرة الراحة اللي هم موجودين فيها ولقوا ساعتها ان المجموعة اللي مش بتكون مرتاحة هي دي المجموعة اللي بتكون اكثر انتاجية والحياة لما تيجي تبص على الكلام ده دلوقتي في 2023 وتقيسوا علينا ترى ان في حاجات كتيرة جدا بتفسر احنا ليه واقفين في المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي ببساطة لان احنا متعودناش على الجديد ببساطة لان احنا متعودناش ان احنا نطلع بر مناطق راحة ومناطق امان احنا موجودين فيها الكلام ده اني يمكن عرفته من الكتب ويمكن كان اشهر كتاب الكلام عن الموضوع ده على فكرة هو موفدو ماي تشيز او مين حرك قطعة الجبن الخاصة بي وبغض النظر عن قصة الكتاب ده اللي انا احكيها لكم في نص الحلقة دي فلازم تبقى بتتابع الحلقة كويس جدا لان انت تاخد زتونة كتاب كامل في دي او واحدة الا ان فكرة ان انت تكون بتطلع بر منطقة امان انت موجود فيها هي فكرة بجد هتساعدك ان انت تكون بتتحرر من قيود ومن سجون انت موجود فيها دلوقتي وهتعرف ازاي تتعامل معها وهتعرف ازاي تحدد اصلا ايه دارة الراحة اللي انت موجود فيها كل الكلام ده موجود في الحلقة دي فتابعه كويس جدا لان دي قد تكون من الحلقات اللي فعلا هتغير في حياتك لو انت ركس فيها السلام عليكم انا مايكل راشد وانت بتشوف برنامج ازتونة في بداية الحلقة دي احب افكرك انك تكون عامل اشتراك هنا في البرنامج ونفعل خصية الجرس عشان تتابع اول باول كل الفيديوهات اللي بتنزل واللي من شأنها تغيير حياتك للافضل ولو على اقل كده بنسبة واحد في المية قبل ما اقولك خطوات عملية كده ازاي انك تطلع برادارة الامان اللي انت حبست نفسك فيها والسجن اللي انت حطت نفسك فيه تعالى حكي لها قصة كتاب كامل في ديئة واحدة والكتاب ده اسمه او من حربة قطعة الجبن الخاصة بيه الكتاب ده كان كتبه دكتور اسمه سبانسر جونسون تحركا في هذه المتاهة والاتنين رجالة اللي كانوا موجودين اللي هما كان اسمهم هم وهاو في القصة كانوا شوية بطاقة هذه المتاهة الكبيرة اللي هما عايشين فيها فيها مكان المكان ده متواجد فيه الجبنة اللي بيأكلوها كل يوم وليكن ان اسم المكان ده المحطة الف كل يوم الصبح سنيف وسكوري اللي هما الفران الاكثر نشاطا بيروحوا من الصبح بدري ويروحوا هذه المتاهة ويأكلوا الجبنة الخاصة اللي موجودة في هذه المحطة لكن الاتنين رجالة اللي هم هم وهو بيتأخروا كتير عبال ما بيقوموا وبتحركوا بالراحة عبال ما بيوصلوا للمكان ده بيكون أصلا الفران اللي كانت موجودة خلصت أكل ومشت وفي أحد الأيام الاتنين رجالة اللي هم اسمهم هم وهو بيروحوا هذه المحطة فبيلاقوا إن ما فيش جبنة بيفضلوا قاعدين وبفضلوا يتحصروا وبيفضلوا يتسألوا هي فين الجبنة بتاعتنا مين اللي حرك بتاعت الجبن ولكن ما فيش أي إجابات وبرضو بيلاحظوا إن ما فيش فران بتيجي تدور على الجبنة ودي حاجة غريبة يعني هل الفران هي اللي حركت الجبنة ولا الجبنة دي راحت فين بالزبط طب ليه ما فيش حد غيرنا موجود في هذا المكان وانا اكتشف بعد فترة إن الفران لقوا مكان تاني للجبنة وهم بيروحوا كل يوم وليكن المكان ده اسمه المحطة به واحد من ضمن الاتنين رجالة اللي موجودين اللي هو اسمه هاو بيفكر كده ويقول طيب يعني ما تيجي نطلع برة يمكن لما نطلع برة نلاقي مكان تاني في جبنة صاحبه اللي اسمه هم بيقول له لأ أنا مش طالع أنا ده المكان الخاص اللي أنا بلاقي فيه الجبنة بتاعتي وانا هفضل قاعد هنا ومستني لغاية لما الجبنة ترجع وبيطلع واحد منهم فعلاً اللي هو اسمه هاو بيطلع كده ويكتشف إن فيه فتات من الجبنة موجودة في هذه المتاهة وبيقعد يمشي ورا الفتات لحد ما بيلاقي في الآخر المحطة اللي اسمها به واللي موجود فيها الجبنة الكتيرة الجديدة وهيلاقي كمان برضو الفران موجودة جوه المحطة دي وعملة تاكل فيها بقى لفترة ويرجع تاني لصاحبه الأولاني ويقول له تعالى معايا ارجع ده فيه مكان تاني فيه جبنة تانية جديدة يقول له لأ أنا هستنى في المكان ده لأن الجبنة بتاعتي هترجع زي مكانت موجودة وعلشان صاحبه ده يساعده أكتر فبيقوم يسيب له كده زي شوية رسائل على جدران المتاهة بحيث أن صاحبه ده في أي وقت من اللقوات لو عايز يطلع ويلاقي جبنة يشوف الرسائل دي ويمشي وراها الرسائل مثلا زي إن الجبنة كده كده هتتغير الجبنة مكانها بتغير فأنت لازم تتوقع هذا التغيير رسائل زي إنك لما تجرب حاجة جديدة وتطلع بره المألوف بتاعك هتخاف ولكن لما تتغلب على الخوف ده هتحس بالحرية ورسائل زي استمتع بالجبنة الموجودة دلوقتي وخليك عارف هي إمتى تخلص لأن برضو الجبنة الجديدة مصيرها يوم وتنتهي الحقيقة القصة الرمزية دي هي حركتنا كلنا وحركت فينا فكرة التغيير وإن التغيير كده كده هيكون موجود وإن التغيير هيكون ضروري للحياة دي وإن الإنسان اللي مش هتغير والإنسان اللي مش هيحاول إنه هو يطلع بره دوائر معينة حبث نفسه فيها هيكون زي صاحبنا اللي فدل قاعد في المحطة رقم ألف مع إن ما فياش أي حاجة خالص والقصة دي لو تاخد بالك فيها كذا نوع مختلف من الناس يعني في ناس ممكن تكون بتتوقع التغيير وتتحرك بسرعة في ناس تانية بتكون مجبرة على التغيير لما بتلاقي إنه في مشكلة حصلت فبتحاول آسفة إنه يتغير مكانها وفي ناس هتفضل دايما في مكانها ومش هتغير أي حاجة رغم الظروف الصعبة اللي هي فيها السؤال دايما اللي بيجي لي بعد القصة دي أولا هو لي مش كل الناس بتحاول إنها تتغير يعني ليه كلنا بنتعود على منطقة الراحة ومنطقة الأمان وتاني حاجة طب إزاي أقنع حد وإزاي أقنع نفسي إني أطلع بارة دارة دي عشان ألاقي الحاجات الجديدة ولا المعجزات ولا النجاح اللي أنا ممكن أكون أصوله أحد الدراسات المنطقية في علم النفسي بيقولك كده إن أي منطقة أمان إنت موجود فيها ودي اللي بتعبر عنها فكرة إن إنت قاعد مبسوط باللي إنت بتعمله ومش حاسس إن إنت مفروض تكون بتغير حاجة مش حاسس إن إنت مفروض تكون بتتعب أكتر من كده وتعودت على هذا الشكل إنت موجود فيه أحد الدراسات بتقولك إن هذا الشكل اللي هي الـ Comfort Zone دي اللي براها دايماً بيكون بالنسبة لنا حاجة بنسميها Fear Zone أو منطقة الخوف وده اللي كان موجود جوه القصة لما ابتدى ها ويطلع بره المتاهة ابتدى إن هو يخاف في البداية وده اللي بيحصل لنا كلنا أول ما بنتبتدي نطلع بره أي دائرة إحنا متعودين نكون موجودين فيها بنخاف وعشان كده بنرجع تاني للدارة الأولانية والموضوع بالضبط بيكون عامل كأنك جبت واحد ما بيعرفش يعم وامترميته مرة واحدة في المية فهيبتدي يخاف ويضعر جداً من فكرة إن هو ممكن يكون يغرق لكن اللي بيحصل لو أنت عديت منطقة الخوف دي هو إنك بتروح منطقة جديدة يسمها Learning Zone المنطقة اللي أنت بتتعلم فيها إزاي تتعامل مع هذا الجديد اللي موجود في حياتك تبتقي بقى تكتشف إن أنت عندك Skills ومهارات ما كانتش موجود عندك قبل كده وتبتقي تكتشف إن أنت عندك مواهب عمرك ما كنت متخيلها وتبتقي تكتشف إن أنت كان فيه وقت من حياتك وطقاتك مغضر في إن أنت دايماً موجود في نفس المنطقة كأن بعد ما جبتك ورميتك في المية وإنت خفت في البداية إن أنت تغرق إبتديت تعمل كده بإيديك أي كلام عشان تطلع تاني على السطح وبتديت تتعلم إزاي تقوم وده بياخدنا بدوره للمنطقة الأخيرة يعني بتكون إنت نفسك أسطورة قدرت تسيب حاجة لهذا المجتمع وحاجة يكون بجد بيستفيد منها ممكن تكون حقيقاتي ذاتك بشكل كبير ووصلت إلى أعلى مراحل تحقيق الزيت اللي هو وممكن تكون قدرت إنك تعمل حاجة كبيرة وممكن تكون قدرت تحط معنى بجد الحياتك ولما نيجي نبص على هذا الشكل فهنلاقي كده إن الحاجة اللي بتمنعنا دايماً إن إحنا نطلع برا الحاجات المألوفة والحاجات الطبيعية اللي إحنا بنعملها هو إن إحنا لإما بنكون خايفين من هذا المجهول لإما إحنا مش عارفين إن إحنا ممكن نوصل لحاجة تانية أهم الرسالة ممكن أقول لك دلوقتي هو إنك عمرك ما توصل لأي حاجة أو لأي نجاح أو لأي إنجاز إنت ممكن تتخيله في حياتك طول ما إنت حابس نفسك جوا هذا السجن المسمى بمطقة الأمان هذا المكان اللي بيخدعك إن إنت دايماً كده موجود في أحسن صورة من صور الأمان والراحة والإنتاجية اللي إنت ممكن تكون موجود فيها ولكن العكس هو اللي بيحصل العكس إن الدنيا بتكون بتتغير وإنت اللي حابس نفسك في هذا السجن وبالتالي إنت اللي بتخسر حياتك بأيديك سمعنا قصص كتير عن ناس فضلوا جوا الكامفرزون بتاعتهم ولما الدنيا تغيرت لأن التغيير كده كده حتمي سمعنا إن الناس دي عانت بشكل كبير جداً وناس ممكن تكون خسرت شغلها أو ناس خسرت حياتها أو ناس خسرت حاجات كبيرة جداً في حياتها بسبب إنها ما تحركتش والتاني برضو حابا بأكد عليك إن الموضوع ده دراسة عام سنة 1908 إنت بس المتأخر في إن أنت تكون بتعرفها أو بتطبقها في حياتك مش بس كده مجالة نيويورك تايمز كلمة مخصوص عن هذا الموضوع وكلمة على أضرار فكرة الكامفرزون اللي إنت ممكن تكون موجود فيها دلوقتي فإنت عندك تجارب بتقول لك الموضوع ده وعندك ناس إنت تعرفهم وإنت نفسك شخصياً ممكن تكون واحد منهم وعشرة الموضوع ده وعندك برضو كتب بتتكلم عن هذا الموضوع ولكن برضو في الآخر إنت واقف في نفس المكان وفي نفس الكمفرزون في نفس المنطقة الراحل اللي إنت مش عايز تطلع منها تعالي أقول لك بقى كده إزاي تطلع بارك كامفرزون دلوقتي يعني إيه الخطوات اللي إنت المفهود تكون بتعملها عشان تتحرر وتطلع بارك السجن ده وتهرب لحياتك تهرب لمستقبلك ما تبضلش قاعد مستنى الدنيا تكون بتضطربة يعني عليك وعلى كل الأحلام اللي ممكن تكون جاد في حياتك في يوم الأيام أول حاجة ما يحتاجك تعملها هو إنك تحدد إيه هي اللي إنت حدت نفسك فيها من ناس حواليك من شغل إنت ممكن تكون موجود فيه من أحلام موجودة في عقلك وممكن تكون من أفكار برضو موجودة في عقلك وممكن بمطالب بساطة دي تكون هي الراحة الجسدية اللي إنت أصلا بتدور عليها فكرة إن أنا عايز أكون باخد أجازة وخلاص وعايز أكون بافصل دماغي من كل السرس أو كل التوتر اللي موجود فيها ده أو عايز أعمل حاجات بنفس الطريقة ومش عايز أتعي بنفسي بتفكير مختلف فمن الآخر كده حاول تحدد السجن اللي إنت موجود فيه لأن كل واحد أكيد ليه سجن مختلف هو عايش فيه تاني حاجة حاول تعمل حاجات جديدة ومختلفة كل ما تقدر تعمل حاجة جديدة إقرأ كتاب جديد اتعلم حاجة جديدة حاول إنك تعرف ناس جديدة حاول إنك تاكل أكل جديد حاول إنك تغير روتين يومك حاول إنك تصحى بدري شوية عن المعادة اللي إنت كنت متوقع عن أنت بتصحى فيه كل يوم حاول إنك تغير الشكل الطبيعي بتاع اليوم اللي إنت ممكن بتعيش به حاول تعمل حاجة تطلع بيها برا إطار الشخص اللي أنا ممكن أحدده في مجموعة من الأكشنز واللي موجود قدامي دلوقتي وعلى فكرة فيه فيلم حلو جدا هو بيتكلم أصلا عن نقطة دي بالذات اسمه ياسمان لجيم كاري لو إنت حابب يعني تفرج على فيلم يقولك نفس المعلومة اللي إنت خدتها دلوقتي في سانيتين ثالث حاجة لازم تكون بتعملها دايما هو إنك تستثمر في التعليم وإنك تستثمر في تطوير نفسك ليه؟ لأن إنت لما بتبتدي تطور في نفسك بتبتدي ترسم أهداف جديدة وبتبتدي تعرف قدراتك اللي إنت ما كنتش واخد بالك منها هي عاملة إزاي بالظبط ده بيفتح لك أفق جديدة في التفكير وبيخلي العقل بتاعك يتمط كده يتشد بتوصل كده لحالة بنسميها سعاية بتاع الكامفر زون اللي هو ممكن بيها ما تكونش بتهد المعبد على فيه زي ما فيه ناس كثير بتعمل ولكن على أقل تكبر الكامفر زون بتاعتك طبعا الحاجات اللي إنت بتعاود أنك تعملها تبقى كتيرا وما تتخلاش عن أي حاجة كل الكلام ده بيحصل لما تتعلم حاجة جديدة عارف بالظبط كده زي لما تكون إنت في السنوية العامة أو في امتحان مهمة في الكلية فعملت ذاكر منها كبير جدا علشان تلحق أن إنت تخلص قبل الامتحان فتحس أن إنت عالك يبتدى أن هو يتمط ودي نظرية من نظريات تطوير فكرة الكمفر زون أو مطاية الأمانة اللي إنت موجود فيها هو أنك تحاول تشدها بره شوية أنك تحاول تكبرها عن الدائرة اللي إنت موجود فيها دلوقتي وآخر حاجة حابب أني أقولها لك حط لنفسك أهداف منفعش تعيش حياتك أنت فيها كأنك رد الفعل دايما لكل حاجة أنت بتتحرك من شغل للتاني بناء على فكرة العرض والطلب اللي موجود قدامك أنت بتتعرف على ناس بناء على فكرة مين عرفني على مين أو عرفت إزاي الناس اللي موجودة الوقت في حياتي أنت بتوصل لأي حاجة بناء على فكرة هي الحياة وغدان الفين مش عايزك تكون رد فعل لهذا العالم لأنك لو فضلت معتمد أن أنت رد الفعل دايماً هتفضل تشتكي من الظروف ودايماً هتفضل تشتكي من وضعك الحالي وهيفضل دا كله بالنسبة لك هو منطية أمان جديدة وعايز أقول لك بمنتهى الأمانة بمنتهى الأمانة اللي في الدنيا هو دا الكلام اللي أنا عيشته في حياتي كل ما أنا كنت بحس أن أنا في comfort zone بحاول أطلع منها بحاول أعمل حاجة جديدة عملنا مثلاً يوتيوب طب عايز أعمل حاجة تانية عايز أعمل شركة تانية عايز أعمل شركة تالتة عايز أوصل لحاجات أكبر كل ما بحس أني في comfort zone بحس أني بتخنق دلوقتي ليه؟ لأني عارف أن comfort zone دي لو فضلت أنا موجود فيها هتديق علي وفي الآخر هتقتل وعشان كده بتحاول دايماً نقدم برامج تطويرية عشان الناس تطلع برها comfort zones بتاعتها ويمكن أكتر حاجة بأمانة لواحد بيبسط وبيفتخر بيها بشكل كبير هو أنك تلاقي حد ابتدى أنه هو ياخد برنامج تطويري معين سواء كان عندك أو عند أي حد تاني على فكرة وتلاقي أن هذا الشخص بيبتدي يقول كده أنا حياتي اتغيرت أو أنا تفكيري اتغير وأنا وصلت المرحلة ما كنتش متخيل أني أوصل لها الفكرة دي في حد ذاتها هي اللي بتخلينا دايماً مكملين في الرسالة اللي احنا بنقدمها هنا في البرنامج وعشان كده بس أنا عايز أقول لكم أن احنا عندنا إفنت موجود في مصر يوم تلاتة تلاتة أو الجمعة اللي جاية والإفنت ده اسمه invest in yourself أو استثمر في نفسك كنا عملنا إفنت من سنة فاتت كاملة كان اسمه happy new me أو أنا جديد سعيد والسنة دي نتيجة التطورات الاقتصادية اللي العالم كله بيشهدها ونتيجة الظروف الصعبة اللي ممكن نكون موجودين فيها ففكرة التغيير في حد ذاته هي باية فكرة أساسية الإفنت ده أو هذا الحدث اللي هيكون موجود في مدينة نصر في مصر احطيبة هنكون بنتكلم فيه على إزاي تكون بتعرف إزاي تستثمر في نفسك في البداية هيكون إفنت هنتجمع فيه كلنا وأتمنى طبعاً أني أشوفكم كلكم ونتصور سوا ويكون يوم جميل ونقض نتكلم عليه وتشوفوا برضو بعنيكم قصص نجاح للناس ثانية قدرت إن هي تكون برضو بتستثمر في نفسها وتغير حاجات عمرها ما كانت متخيلة إن هي ممكن توصلاها في يوم الأيام فطبعاً يعني هستنيكم بشكل كبير قوي في الإفنت ده ولو حابين تعرفوا أكتر تفاصيل عنه أو توصلوا له إزاي ادخلوا على اللينك الموجود في ديسكريبشن تحت وسجلوا بياناتكم برضو وهنتواصل معاكم أو ممكن تكون بتحجز الإفنت كله من خلال هذا الرابط أتمنى بشكل كبير جداً إن الفيديو ده يكون أثر فيكم بأي شكل من الأشكال أتمنى على الأقل إن هو يكون إدي لك بعض الطمأنينة أو بعض الدفعة اللي إنت ممكن بها تتغلب على منطقة الخوف اللي إنت ممكن تبقى موجود فيها دلوقتي ولو فعلاً ده حصل ما تخليش الاستفادة توقف عندك اكتب في التعليقات لو فعلاً ده فرق معيك وبرضو حاول إنك تعمل شير أو مشاركة المحتوى ده برضو معناس ثانية عشان نتحرر كلنا من comfort zones موجودين كلنا فيها شكراً لكم وأشوفكم على خير الحلقة جاية إن شاء الله كان معكم مايكل راشد برنامج الزتونة